الأمطار لم تحطل هنا منذ عدة أشهر ولم يعد ينبت زرع في هذه الأرض وإذا نفقت المواشي سيواجه المزارعون مجاعة محققة لذا تحذر منظمات الإغاثة من أن ثمانية عشر مليون شخص في إثيوبيا مهددون بالموت جوعا هذه أشد موجة جفاف أشهدها في حياة كلها لم أرى من قبل هذا العدد من النازحين داخل بلادهم بحثا عن المياه الأمهات والأطفال هم الأكثر تضررا من سوء التغذية فأسعار السلع الغذائية في ارتفاع مستمر وإمدادات الإغاثة لم تعد كافية وبذا أصبحت إثيوبيا وحدها بحاجة إلى مليار ومئتي ألف يورو لكنها لم تحصل إلا على القليل من هذه المعونة جنوب السودان أيضا بحاجة إلى مليار ومئة وخمسين ألف يورو لطعم الناس هناك أما زنبابوي فأعلنت حالة الطوارئ وطالبت بمليار واربعمائة ألف يورو وهناك أيضا دول أخرى متضررة مثل ملاوي والصومال وزنبيا وجنوب إفريقيا منظمات الإغاثة حفت على الإسراع بإرسال تلك المساعدات لشراء المواد الغذائية ونقلها إلى المناطق النائية لكن المانحين متحفظون هذه هي أسوأ استجابة رأيتها من المجتمع الدولي هناك بالتأكيد أزمات أخرى كثيرة في الوقت الحالي ومنها الحرب السورية وأزمة اللاجئين ولذا فأزمة الجفاف في إثيوبيا لا تحظى بنفس الاهتمام رغم أن عدد المتضررين من الجفاف أكبر بكثير من أي وقت مضى في إثيوبيا خلال السنوات الماضية مثلت إثيوبيا معجزة اقتصادية بعدما شهدت نموا متواصلا لكن عدوا قديما للقارة السمراء عاد من جديد ألا وهو الجوع